مع تأثر جميع مصادر الطاقة في العالم بتفشي فيروس كورونا مع مطلع 2020، سألت الطاقة متابعيها، من أكبر مصدر للغاز المسال في العالم في الربع الأول من 2020؟ وكانت الإجابات كالتالي. الجواب الصحيح هو قطر، إذ تشير بيانات IHS Market إلى أن قطر كانت في المركز الأول في الشهور الأولى من 2020، تليها أستراليا، وكانت أستراليا في المركز الأول بنهاية 2019. دعونا ننتهز هذه الفرصة لنتعرف على الغاز المسال وتطور إنتاجه وتصديره منذ بداية الصناعة. تم تطوير تكنولوجيا الغاز المسال لنقله كسائل في خزانات تبريد خاصة على ناقلات ضخمة تشبه ناقلات النفط، ثم يتم تفريغه وإعادته إلى حالته الغازية عن طريق تسخينه في موانئ خاصة في الدول المستهلكة. ويتم تسييل الغاز عن طريق تخليصه من بعض الشوائب، ثم تبريد غاز الميثان المتبقي إلى أقل من 160 درجة مئوية تحت الصفر. الأمر الذي يقلص حجمه بحدود 600 مرة ويجعل من نقله أمراً اقتصادياً ومربحاً. أشهر الدول المنتجة للغاز المسال حالياً هي قطر وأستراليا والجزائر وروسيا وإندونيسيا وماليزيا وترينداد والولايات المتحدة. ويتم نقله للأسواق العالمية عن طريق ناقلات خاصة تتميز بخزاناتها التي تظهر على شكل كرات ضخمة. تم تاريخياً تسعير الغاز المسال عن طريق ربطه بسعر النفط، إلا أن ثورة الغاز الصخري قلبت الأسواق رأساً على عقب، حيث تحولت الولايات المتحدة من مستورد للغاز المسال إلى مصدر كبير له، حتى أصبحت ثالث أكبر مصدر له في العالم. كما سببت ثورة الغاز الصخري صدمةً في أسواق الغاز المسال بسبب تغيير طريقة التسعير لتعتمد على أسعار الغاز في الأسواق الأمريكية بدون ربطها بالنفط. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يزيد من تنفسية الغاز المسال الأمريكي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة